رحبت وزارة الخارجية بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون لوقف تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية الانتهكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ولبنان والتي أسفرت عن سقوط عشرات الألاف من الضحايا والمصابين المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال في تحدي واضح للمجتمع الدولي وأكدت وزارة الخارجية أن الدعوة التي أطلقها رئيس الفرنسية تتماشى تماما مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنسانية وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الغاشمي الإسرائيلي على غزة ولبنان مجددة مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان كما ثمنت وزارة الخارجية موقف فرنسا داعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة دات السيادة على قطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا لحل الدولتين والقرارات الدولية دات الصلاة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر